منذ تسعينيات القرن المصري ما زال هذا الصياد يفوج في نهر الفرات للبحث عن رزقه صيد الأسماك بحث حمل معاناة هذا النهر وصار شاهدا متألما ولم يسمع لشهادته سوى جرف النهر وبلمه الذي عاصر الأزمان منذ إن كان شابا يافعا مليارات نيدرت يعني لو ما الجهاز يشتغلون بس شبت الناظرية لا تحتاج حتى سمج أخفاصة ولا استيرات ما يحتاجونه هو كان لو ما يتجهز يعني هذا السجرف تتمشي على سمج من يمشي البلم هو يتفل يتحب البلم الحد الالفين وخمسة الالفين وستة زي شن المانع ما تستخدم جهاز لا جهاز ما نستخدم أول مرة حرام وين يضطر وثان وبعد احنا نشتغل شبتش والله نبارك به احنا مصلحتنا شبتش هم مصلحته ما يعرف كلها شبتش هم ليش متجهين للجهاز هم ما يعرفوا له اكتغاون حكومي اي نعم اكتغاون ماكوا موجودين طلعوا الشرطة النهرية البتش بايش ولزمة واجهزة وطلعت الاجهزة التابعة البرناماني ووقفوهم دبوا وصابع دبت الدولة حوالي عشر تالاف اصبع كلها سمج حر دبوا بالهور نزلت عليها اجهزة قتلته في سبيل بحيراتهم مليار من الاسماك المهدورة منذ حرب العراق مع ايران التغيير تفتح هذا الملف الذي لم يفتح من الحكومات المتعاقبة مديرية الزراعة المعنية بمراقبة الصيادين وملف الثروة السمكية وبعد فترة من الانتظار حتى وافقت على التصريح ولم تشفي الاجابة للمشاهد العراقي الفصل والقول ماهو الفائدة ماكوا متابعة ماكوا هو لوكوا متابعة بالسوق يحاسبون اللي يجيبه للسوق قبل كانوا ما يجون للسماش بشط يحاسبونه يصده من يجيبه حيحاسبونه بالعلوة اللي جاي ببعض السماش الزغار وكانوا يعني الشغلة حيال صعبة يعني السماش مرتاح وحتى اللي يأكلها وحتى اللي ينبينها كان السمت هذا يجي مصطلح نسميه الغاب كان يحرقون الزراعة هس يشرونه يسوونه مصموطة يحرقون الناس به عد الصيد الجار من الأساليب التي يستخدمها البعض في مناطق وفي المسطحات المائية باستخدام مواد الصعق الكهربائي وبعض السموم والمبيدات لها تأثير عموم على الأحياء المائية بالإضافة لها تأثير على الأسماك وتكاثرها ونموها داخل المسطحات المائية ندعو جميع صيادين الأسماك وجميع العاملين في مناطق الأهوار وفي الأسماك الابتعاد عن الصيد الجار لما له تأثير في تنمية الثروة السمكية ملايين الأسماك هدرت على يد العابثين بالثروة السمكية دون رادع يذكر من قبل الحكومة أو جهات رقابية المحلية هذا الحال تسبب بطرد الآلاف من أنواع الأسماك من نهر الفرات لقناة التغيير هاب الخفاجي الناصرية